فوعه حد يفتكر ان المجموعة اللي مصر وقعت فيها مجموعة سهلة طبعا مصر تاريخ كبير ومنتخب عنده لعيبة كبيرة لكن يجب عدم الاستهانة بأي شكل من الأشكال بالتلات فرق دول تعالوا يعني هحاول أعرف حضاراتكو أكتر على الفرق اللي احنا وقانا معها في المجموعة ونبدأ بفريق أثيوبيا طبعا الفريق الاثيوبيا طبعا عدد المشاركات في أمم أفريقيا شارك 11 مرة فاز بلقب 62 لعب 30 مباراة في أمم أفريقيا المدرب طبعا مدرب وطني الاثيوبي وبيتو أباتي قيمة تسويية للفريق 3 مليون يورو أبرز لعيبة للمنتخب نجم الجونة والمقصة وبيترو جيت السابق بيكلي أبرز برضو أبو بكر ناصر ده في البن الاثيوبي ومجيب قاسم في شبيبة القبائل الجزائري دول أبرز لعيبة لمنتخب الاثيوبي منتخب ملاوي طبعا منتخب مميز جدا وزي ما قلتلكه تأهل للدور التاني في كاس الأمم الأفريقية شارك في أمم أفريقيا ثلاث مرات طبعا الإنجاز أفضل إنجاز التأهل لدور 16 في البطولة الأخيرة عدد المباريات في أمم أفريقيا عشرة المدرب ماريو مارينيكا روماني وهو كان ضفنا على فكرة في المنتدى أثناء كاس الأمم الأفريقية قيمة تسويقية 4.68 مليون يوروز أبرز لعيب المنتخب أورلند بايروتس الجنوب الأفريقي طبعا بيلعب فيهم جابدينو مهانجو طبعا فيه لعيب تاني بيلعب في جنوب الأفريقيا في أمازولو مزافة المبكاني وشارلز بيترو بيلعب في مولدوفيا دول أبرز لعيب المنتخب منتخب ملاوي منتخب غينيا منتخب قوي شارك في أمم أفريقيا 47 أفضل أنجاز في أمم أفريقيا نهائي 2004 الوصول ربع نهائي 2004 و2006 و2008 منتخب عنه تاريخ كبير على فكرة منتخب غينيا 47 مباراة في أمم أفريقيا ياليت نعدد عدد المشاركات في أمم أفريقيا دي لأنه دي غلط المدرب ديوارا مدرب وطني برضو القليمة التسويقية 104 مليون يورو نابي كيتا ليفر بول طبعا أبرز اللاعبين أمادو ديوارا في روما وإيلياكس موريبة في فالنسيا وكان طبعا في برشلونة منتخب جامد غينيا لازم ناخد بالنا أنا بقول لك يا جماعة أن المجموعة دي مجموعة مش سهلة مجموعة معقدة مجموعة معقدة محتاجة تركيز كبير جدا وطبعا لسه بدري على المطشاط لكن لازم البداية تبقى جيدة وكل التوفيق طبعا لمنتخبنا كل التوفيق لكابتن إيهاب جلال وجهازه الفني والانتقادات في الكورة وأن الناس تقول رأيها ده طبيعي ولازم أي مدرب طالما أنه قبل أو قبل بالشغلانة دي خاصة لو هتشتغل تمسك منتخب مصر لازم تبقى عارف أن مش كل الناس تبقى معاك واعتقد أن الكابتن إيهاب عارف الكلام ده بشكل كويس جدا لازم التعامل مع الانتقادات بذكاء كبير جدا لأن ده كلام ممكن يوقع أي مدرب ويكون مفيش ردود أفعال ويكون الرد في الملعب ويكون التركيز على كرة القدم والعمل الفني وإزاي أن أنا طور الفرقة وإزاي أن أنا زي ما قلت لكم أن أنا ضخ دماء جديدة بدون مخاطرة كبيرة لأن ما فيش وقت ما فيش اللاكجوري بتاعت الوقت أو رفاهية الوقت مش موجودة مش موجودة هو تجمع هتيجي تشتغل تلعب مباريات ومباريات صعبة وأمام منتخبات صعبة ولكن مصر تظل المرشح الأول رغم صعوبة المجموعة ومجموعة معقدة ولكن تظل مصر المرشح الأول أكيد للتأهل من هذه المجموعة زي ما أنتم عارفين أن الأول والتاني بيتأخذوا من 12 مجموعة 24 فريق بيتأهلوا إلى كأس الأمة الأفريقية إن شاء الله في كوديفور 2023 نفكركم تاني بمجموعة مصر مصر وقعت مع أثيوبيا وملاوي غينيا وملاوي وأثيوبيا دي مجموعة مصر اللي كانت طبعا التسقيات النهاردة